لا يمكن لحالة مثل الحالة العراقية أن تجتزأ من واقع عربي متأزم ومحيط أدخم بالأزمات والتدخلات الخارجية ولأن إيران كانت وما تزال جارة ينظر لها الكثير من العراقيين بعين الريبة لما لها من أطماع سياسية تغذيها ذاكرة تاريخية فإن من الضروري أن يتكلم الموالون لها في العراق بلسانها ووفق أيديولوجية نظامها أول الغزو الأمريكي سمع العراقيون بمصطلحات غابت عنهم طويلة سنة وشيعة ومصطلح المكونات والأقلية والأكثرية وكأنك تخاطب شعوبا متعددة جمعتها الصدفة لا شعبا واحدا له ما يربطه من النسب والتاريخ والدين والوطن حضي الخطاب الطائفي الطارئ بمباركة أمريكية كانت على لسان بريمر أول الأمر ثم ما لبث أن انتقل على لسان ساسة العراق الجدد الذين لم يجدوا سوى إثارة الطائفية ودعوات الثأر والانتقام سبيل لحجد الجمهور من إبراهيم الجعفري إلى صولاغ صاحب السجون السرية إلى الصدر والحكيم وغيرهم تنوعت الأحاديث واجتمعت في أمر واحد هو الشحن الطائفي حتى نطق به صريحا رئيس الحكومة الأسبق نور المالكي عندما قسم مؤيديه ومعارضيه بين معسكر يزيد ومعسكر الحسين إذن أنصار يزيد وأنصار الحسين مرة أخرى وعلى طول الخط يصطدمون في مواجهة شرسة عنيدة لم يكتفي المالكي بذلك فقط بل عمد خلال ولايتين على إذكاء الطائفية واستخدم أسلوب الإقصاء ضد العرب السنة بدأها سياسيا ثم أنهاها بإبادة جماعية ضد المناهضين لسياساته كما جرى في ساحة اعتصام الحويجة عام 2013 وهكذا استمر شركاء العملية السياسية بتبوء مقاعدهم كأشد الناس إثارة للضغائن والأحقاد واستدعاء لكل ما يمكنه شحن مشاعر الانتقام بين مكونات العراق ولم يشمل الخطاب الطائفي مواسم الانتخابات فقط بلق رواجا عند الحرب مع داعش حينها خرج زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي وهو يستنسخ حديث المالكي قائلا عن المعركة في الموصل ضد التنظيم إنها ذات المعركة بين أصحاب يزيد والحسين وإن شاء الله تحرير موصل هو انتقام وثأر من قتلة الحسين لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد المحيط العربي لم يسلم من الدعوات الطائفية فبصرف النظر عن مشاركة الميليشيات الموالية لإيران في المعارك بسوريا دفاعا عن نظام الأسد التي بررها باقر صولاغ وزير المالية آنذاك بحماية النظام الجديد في العراق فإن هاد العامري زعيم ميليشيا بدر كان أكثر صراحة من الباقين وإلى اليوم يحلمون أنه بإعادة الحاكم السني إلى اليوم بس هي هذا وبعد هذا كله لا يتوقع لشعارات الوطنية أن تخرج من الطائفيين بعد أن أحكموا قبضتهم على العراق أن تجد لها مصدقة ويرى كثيرون أن من المحال أن ينقلب بين ليلة وضحاها من كان يدعو للإقصاء والطائفية إلى داع للوطنية والإخاء إلا إذا كانت له مآرب في دعوته الجديدة ترجمة نانسي قنقر